منتخب المغربي كنت بقول في المقدمة يا جيمي انه هو حطنا كلنا في مزنق يعني مش احنا بس كمنتخب مصري منتخبات عربية انه فكرة بقى التمسيل المشرف في البطولة العالمية دي خلاص بقت جملة وانتهت يعني خلاص انتهت التمسيل المشرف انك توصل سيمي فاينال ده التمسيل المشرف رأيك في مجمل اعمال المنتخب المغربي في هذه البطولة ومباراة اليوم يمكن يا كريم بعد المباراة وشفت الحزن على معظم جماهير العربية قبل الجماهير المغربية سواء في المدرجات او حتى في كل الدولة العربية على السوشال ميديا حتى طبعا الحزن ده بيوديني الرسالة لازم لازم نقولها انه لا حزن ولا وداع كنتم ابطال ولا زلتم ابطال المنتخب المغربي قدم وعمل ملحمة طلع منها بمكتسبات كتير جدا لي ولكل الدولة العربية والافريقية خلال ما سرته في هذه البطولة المنتخب المغربي قدر انه يكسر حاجز نفسي اهم من كل الحواجز الفنية ان منتخب عربي افريقي بيدخل وبيهدد كل كبار اوروبا بما فيهم حتى مباراة اليوم اللي لها طبيعة خاصة لما نتكلم عليها تفصيليا يعني المنتخب المغربي عنده لعيب النهارده بيلعب عشر مباريات كاملة في كأس العالم حكيم زي اشي لأول مرة يبقى عندك لعيب عنده خبرات انه لعب عشر مباريات كاملة في كأس العالم بتتكلم انه عندك لعيب بيسجل في نسختين اتقرارت مرتين تلاتة لعيب زي يوسف نصيري كل لاعب من المنتخب المغربي عمل انجاز فردي بالاضافة للانجاز الجماعي انه قدر يوصل للسيمي فاينل رفع سقف الطموح صدقني هو حافز كبير جدا جدا لكل الدول العربية مبارح والنهارده بصدفة سمعت اكتر من استوديو في اكتر من دولة عربية الناس كنت بتتكلم على التطوير والنموذج المغربي وليه ما نبقاش وليه ما نعملش ده جاي منين؟ جاي لانه وصلك لمناطق انت كنت بتخافت روح له وما بتخافت تتكلم فيها علشان الناس ما تحسبهاش عليك ان طموحك انك توصل هنا طالما في دولة عربية قدرت انها توصل للمنطقة دي والمساحة دي فهو رفع سقف الطموح بالنسبة له كمنتخب ورفع سقف الطموح بالنسبة للمنتخبات الافريقية والعربية المنتخب المغربي يا كريم مش بس ان هو وصل سيمي فاينل المنتخب المغربي النهارده كل صحف العالم بتتكلم على نجوم منتخب مغربي محدش كان يعرف عنهم كتير قبل البطول عز الدين اناحي لعيب بالنسبة لي هو مفاجئة البطولة انت عارف احنا على طوال مسيرة المنتخب المغربي بنشيد بالعديد بياسين بونو بسوفيان مرابط تحديدا السناء لكن بالنسبة لي عز الدين اناحي هو المفاجئة البطولة كنت لحد من مطشينا كريم بقولك هو مفاجئة والدي الرجراجي للمنتخب المغربي لا عز الدين اناحي هو مفاجئة ده واحد من مكتسبات البطولة الكبيرة هو مفاجئة المنتخب المغربي للعالم افضل من لعيبة كتير بتلعب في اندية كتير في مركز ثمانية على صعيد صناعة اللعب والدريبليج والترانزيشن فانا بالنسبة لي مكتسبات كتير جدا رفع سقف الطموح مكسب للكل والمنتخب المغربي تاني عيد الجملة اللي بدأت بياه كلامي المنتخب المغربي ابطال ولازاله ابطال وحتى لو قرر ما صرح به والدي الرجراجي انه خلاص اللعبة ما بقتش قادرة اللعبة الأساسيين وانه هيتفع بالعناصر اللي مشتركتش في المباراة الكرواتية فما ما فعلوه هو انجاز عظيم جدا عظيم